بيحكاية بيحكاية بقى حلوة لذيذة مهمة تأثيرها كبير اوش اوش نادي الاهلي لما قدم اللعب فلسطيني الدنماركي وسامة ابو علي قدموا فكرة مبتقرة جدا وجاي بصحف فلسطيني اسمه أنس النجار وخليها هو اللي يقدم اللاعب في فيديو تقديم اللاعب كلاعب جديد للنادي الاهلي وسامة ابو علي نهاردة الصحف الفلسطيني نشر بوست على حسابه على فيسبوك بيعكس كيمة النادي الاهلي الكبيرة وتأثير النادي الاهلي في الوطن العربي وتأثير النادي الاهلي على كل من يقترب من منظومته عشان ما تقولش كريم بيبالغ او بيقول كلام يعني عريض شوية بص أنس النجار الصحف الفلسطيني اللي ظهر في الفيديو كاتب ايه من يرتبط اسمه بالنادي الاهلي تفتح له أبواب القدر على صعيد الشخصي كان ظهوري في صفقة تقديم اللاعب وسامة ابو علي نقطة فارقة في حياتي فأنا بعد الإعلان ليس كما قبله فمن صحفي مغمور يعرفني القليل هنا في قطاع غزة إلى صحفي مشهور يعرفه الملايين اسما وشكلا وتتهافت عليه الكثير من العروض للعمل في كبرى القنوات المحلية والدولية شكرا لله أولا وللقدر الذي وضعني في طريق النادي الاهلي وأظن أن هذه دعوات أمي التي استجاب الله لها الله يعلم ردبك ويحبب فيك جميع خلقه شكرا يا رب السلام يا سلام يا سلام يا سلام على قيمة النادي الاهلي وعظمة النادي الاهلي وتأثير النادي الاهلي في وقت كان ممكن يعني الاهلي يقدموا بأي طريقة تانية بس الفكرة حلوة تأثيرها حلوة تأثيرها على القضايا نفسها بشكل عام وتأثيرها على شخص أنس النجار الصحف الفلسطيني زي ما هو كتب وزي ما هتسمعوه دلوقتي هو اختصنا بتسجيل صوتي بيحكي فيه مدى تأثير ما حدث معه بسبب الإعلان اللي ظهر فيه إعلان تقديم لعب النادي الاهلي الجديد هو طبعا اختصنا بتسجيل صوتي حاولنا ندخله عبر زوم حاولنا نعمل معاه مكالمة هاتفية بس طبعا هو قالنا للأمور هناك صعبة جدا والشبكات كلها فيها صعوبات كبيرة جدا ومش قادر يتواصل معانا هاتفيا أو عن طريق الفيديو في عبر زوم أو سكايب فاخلنا منه تسجيل صوتي مهم جدا شوف في التسجيل أو اسمع في التسجيل الصوتي ده قديه يقدر النادي الاهلي وقديه النادي الاهلي أثر فيه وقديه تقديره للنادي الاهلي ومسندته للقضايا الفلسطينية بشكل كبير هو وكل لاعبي اسمع واستمتع وبعدها هنروح لفاصل ونرجع نستقبل ديوفنا محللنا الجمال محمد خليفة وخالد عامر وشهاب هيكل خليكم معنا بداية الله يعطيكم العافية كواليس ظهور في فيديو تقديم النادي الاهلي لصفقة اللاعب وسام أبو علي بدأت من يوم ما انتشر إلنا فيديو إحنا كصحفيين بنشاهد نهاء السوبر المصري ما بين الأهلي وفيوتشر هذا الفيديو لقى انتشار كبير في أوساط السوشيال ميديا المصرية بعد بعيام كان فيه كلام عن صفقة اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي توصل معي لمركز الإعلامي للنادي الاهلي تم وضع السيناريو الخاص لهذا الفيديو والنص اللازم للتقديم قدمت الفيديو وصراحة كان التفاعل عليه كبير كبير أكتر من كل التوقعات النادي الاهلي له شعبية كثيرة في فلسطين خصوصا في غطاء غزة وفيه جماهير كثير بتشجع النادي وخلونا أنا أستغلها الفرصة وأوجه رسالة محبة لكل جمهور النادي الاهلي وللاعبين النادي الاهلي اللي ما توانوا للحظة واحدة في دعم القضية الفلسطينية وشفنا كثير كيف اللاعبة في النادي الاهلي بيحتفلوا بعد تزييل كل هدف بيحتفلوا بعد فوز بيحتفالات دعم للقضية الفلسطينية كيف أيضا الجمهور بيحمل عالم فلسطين دائما ودائما الجمهور داعم للقضية الفلسطينية ظهوري في فيديو صفقة تقديم اللاعب والسلام أبو علي بصراحة كان نقطة فارقة في حياتي أنه أنا كأنس النجار ما بعد تقديم الفيديو ليس كما قبله ليش؟ بعد تقديم الفيديو انهالت علي عروض كثير للعمل في بعض القنوات والوكالات المحلية والدولية صراحة كنت صحفي يعني عدد قليل في غزة بيعرفوه فجأة سرت صحفي معروف للملايين مشهور بالاسم وبالشكل وهذا الاشي يعني اللي اللي سبب إلي نقطة فارقة في حياتي صراحة بعد إعلان تقديم اللاعب وسام أبو علي للنادي الاهلي توقعاتي أنه وسام أبو علي إن شاء الله حينجح مع النادي الاهلي لأنه النادي الاهلي ما بيتعاقد مع أي لاعب فأكيد وسام لاعب كبير عشان هيك اتعاقد مع النادي الاهلي وصراحة اللاعب عنده مميزات كتيرة ومن وجهة نظري أنه اللاعب إن شاء الله حيحقق النجاحات مع النادي الاهلي وإن شاء الله يرفع رأسنا ويكون خير ممثل إلينا إن شاء الله شكرا